اشتركوا في القناة هو يكون بخدمتك فانت بتعطي المعلومات بتعطي البيانات لانه ما بقدر يساعدك اذا ما كان في عنده مخزون يعني انت مثل ما تفضل مثل انت تفضلت لما قلت انه مثلا هلا فيه تطبيقات ببين لك مثلا كل انت بموجود جبل عمان ايش فيه بمنطقة جبل عمان من مطاعم ايش فيه اقرب صيدلية ايش فيه اقرب كازية ايش فيه اقرب مستوصف ايش المستشفى القريب مني هاي كلها معلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي كمان هاي انه يحصر البيانات بس اذا ما كانت البيانات موجودة اردي مسجل في هذه التطبيقات ما بقدر يساعدها زي سيري هاي هو سيري فهي هاي الفكرة ابونا من انه مسلا استخدم الذكاء الاصطناعي في انه نحن كمان نجمع معلومات مثلا بدنا بناء كنيسة في منطقة ما أكي أدي في عدد مسيحية في هذه المنطقة هل هذه المنطقة طاردة للعائلات أم جاذب العائلات جديدة لما بنوا مثلا كنيسة مرج الحمام بنوها قبل عشر سنين خمسة عشر سنين درسوا يعني الكل يستساءل أنه لم يمدها تخدم الأبونا يعني بحكمته الله يطول بعمره وأبونا حنك الداني كان يقول أنه مرج الحمام سوف تكون بيئة جاذبة لحدثي زواج ليش؟ لأنه فيها مساحة ما تستقبل ناس يعني فيها لسا أماكن فاضية وفيه بناء رح يصير ورح تكون الأسعار مقبولة للشباب أنهم يستأجروا شؤاء أنهم يعيشوا فيها كزويك وبالفعل هذا اللي صار أبونا فالذكالي صناعة ممكن يساعد الإنسان باتخاذ قرار الشخص يريد أن يأخذ قرار إن كان بعملية بناء بعملية بناء مدرسة بده معلومات بده يدرس الوضع عدي خمسة سنين عدي لقدام رح يكون في عدي عدد طلاب مش عامل الشغلة وأبنيها المبنى وأستثمر في مبالغ الله يكون مثلا متبرعين أو شيء وهيك وبعدين الكنيسة ما يكونش فيها اثنين ثلاث أشخاص أبني على الصخر ولا أبني على التراح بالفعل يأخونا فعشان هيك كتير مهم استخدام البيانات والبيانات والمعلومات فهذه هي واحدة من الاستفادات من الذكاء الاصطناعي كباقي المجالات العلمية الكنيسة منذ بداية الثورة التكنولوجية استفادت من كل شيء ولكن ضمن أخلاقيات الكنيسة وضمن معطيات التعليمات الأخلاقية من الكنيسة وخصوصا كنيستنا الكنيسة الكاثوليكية وفي العديد من المرات شفنا قداسة البابا بيحمل الآيباد بالقداس وبيتغول الصلوات من الآيباد وفيما بعد شفنا كيف برنامج صاحكم نور صرت حضرتك دائما تطلع كل الجسم منه يعني فيه استغلال إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي لوسائل التكنولوجيا لوسائل الذكاء الاصطناعي هاي قمة التورة التكنولوجية اللي توصلت فيها الذكاء اللي له عدة مجالات بس لما بيحكوا ذكاء اصطناعي اكثر اشي بيركسوا على الريبوتات على التطبيقات الذكية اللي حكيت حضرتك عنهم لما كنت بتحكي عن موضوع الأخويات نعم انه كيف لما بفوت على جوجل اليوم بشوف المطاعم القريبي جعبالي اكل وجبي معينة فبيدلني على المطاعم الموجودة به قديش الكنيسة بتقدر تعمل قاعدة بيانات بتكون مسيفة فيها عمرية مثلا بدي من فئاسة عمرية من خمسين لثمانين سنة اعطوني شو الدياتا هلا مثلا احد الشعانين انا دايما بركز والاسبوع العظيم المقدس وعيد الميلاد اكثر المناسبات الكنائس بتتعبى فممكن بهاي تنعطوا الاستبيانات عشان يعبوا البيانات اللي نستخدمهم طوال السنة لما نشوف فيه الاهتمامات لهم كل الذكاء الاصطناعي هلا المعلومات وهي الاسليب اللي هي في افلامنا القصيرة بتسجيل الصوت زي ما عملنا احنا بالفيديو اليوم انه كليات ويصير سهل عليهم ما يقولوا انه بدنا متخصصين او فعلا نجحوا انه الريبوت يكون مترجم واقف بالمؤتمر واقف بجنبهم بالمؤتمر بترجم احسن ما يجيبوا عامل البشري ويصير يخطأ لا وما يفهم احيانا فيه اخطاء البشرية اكثر من الذكاء الاصطناعي مثلا عندك الشبيبات اللي عندهم البراعم في كتير هلا الايامات هلا البراعم كل اياته بتعرف بالتكنولوجيا اكثر من الكبر اكيد اذا انت استعملت الاسليب البسيطة البدائية او اللي كانت قبل عشر سنين بتطفشهم ما بيستجيب لكن لما بتجيب لهم اشياء تقنيات جديدة الذكاء الاصطناعي بساعد هدول الشبيبات انهم يعملوا برامج كتير جاذبة لهدول الاطفال عشان يفهمهم عن السيد المسيح قصص عن السيد المسيح ويكون فيه اسليب كمان توعوية باللغة اللي بيفهموها يعني دائما منقول احنا بالترجمات بدنا لغة لافهمها الاطفال كمان عندهم بدهم لغة يفهموها بوسائل التوضيح المعلومات ايضا في حصص النشاط بستعملوا الذكاء الاصطناعي يجيبوا اسليب جديدة يجيبوا وسائل تعليمية جديدة ابونا حسب يعني لما تفضلت حضرتك قداست البابا لما شو معنى انه يجيب ناس من غزة وناس من اسرائيل نعم يحطهم عنده بالفاتيكان هذيك اليوم هاي بتمدد لبدال الذكاء الاجتماعي تيكون فيه تلاقح ثقافات التقاء بالثقافات من خلال الذكاء الاصطناعي يقدروا اليوم الاسرائيليين في كثير منهم من الشعب الاسرائيلي متعاطف مع القضية الفلسطينية وضد تصرفه اقولك نسبة عالية تفوق الخمسين بالمية هي ضد سياسات حكومتهم ضد سياسات نيتنياهو واحنا عارفين انه رح يسقط حكومة نيتنياهو في الاي بعد ما تنتهي الحرب بس هو متمسك بالحرب مشان يطول عمره فكيف منقدر نقرر بالذي ما بعمل البابا رح يطبق انا بتوقع عليك لان احنا حكينا عن طويق السلام كيف عن طويق السلام وليش البابا دي يستخدم الذكاء الاجتماعي فكلها هاي عم بيهمهل الها انا عم بعملشة نظر الشخصية نعم الذكاء الاصطناعي ابونا لانه حكى بغير رسالة البابا وعم بيصطبق الاحداث بقولك من دون حوار اللي بدهوش حوار ما فيه اذا ما بدهو السلام موسيقى